وللمزيد حول التطورات في سور جنوبي لبنان معنا من مرجعيون زمينا سلمان العنداري ليعطينا مزيد من التفاصيل حول ما حدث سلمان نعم سامي قبل نصف ساعة تقريبا دو انفجار في منطقة البازورية شرق مدينة سور جنوبي لبنان والتي تبعد عن سور حوالي سبعة كيلومترات دو انفجار في منطقة البازورية واتضح بحسب المعلومات الأولية التي تصلنا بأن سيارة استهدفت على طريق داخلية بين منطقة البازورية ومنطقة طير دبا في منطقة الجنوب اللبناني هذه السيارة استهدفت بمسيرة إسرائيلية وهناك أنباء عن وقوع إصابات وسقوط قتلى في تلك المنطقة هذه الغارة كما تؤكد معلوماتنا بأنها استهدفت سيارة في منطقة البازورية هذه المنطقة قريبة أيضا من مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان في منطقة سور حيث مخيم للاجئين الفلسطينيين في تلك المنطقة وهو ليس الاستهداف الأول لسيارات في منطقة بعيدة نسبيا عن المناطق الحدودية استهداف إسرائيلي على ما يبدو لسيارة من نوع مرسادس بحسب المعلومات الأولية التي تشير إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى سقوط إصابات بحسب المعلومات سامي إذن هذه هي المعلومات والصور أيضا التي وصلتنا يبدو بأن الاستهداف كان مباشرا لسيارة كانت في طريقها بين منطقة البازورية ومنطقة البرج الشمالي أو طير دبا في سور جنوبي لبنان حيث مخيمات للاجئين الفلسطينيين مخيم الميومية ومخيم أيضا البرج الشمالي في تلك المنطقة وهي أيضا منطقة قريبة من سهل لقليلة في الجنوب اللبناني إذن سيارة تم استهدافها بحسب المصادر التي تصلنا هناك سقوط لشخصين في هذا الاستهداف أو في هذا الانفجار للسيارة عن طريق غارة نفذت بمسيرة إسرائيلية في هذا الطريق أو على هذا الطريق في منطقة البازورية لم تردنا حتى الآن أي معلومات عن عما إذا كان هذا الاستهداف استهداف لشخصيات معينة لقيادات معينة لمن تتبع هذه الشخصيات التي تم استهدافها داخل السيارة في منطقة البازورية جنوب لبنان وبتبيعة الحال يمكن أن يترجم هذا الاستهداف الإسرائيلي بأنه تصعيد جديد خصوصا بعد اغتيال القيادة في حزب الله قبل نحو أسبوعين وسام طويل أيضا اغتيال صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أربع أسابيع في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل أو عن طريق مسيرات إسرائيلية أطلقت صواريخ في الضاحية الجنوبية إذن هذه هي المعلومات الأولية لا يوجد أي معلومات لدينا أو مصادر تؤكد سقوط أي من شخصيات ربما تابعة لحماس أو للجهاد الإسلامي أو لحزب الله ولكن المعلومات المؤكدة بأن هذا الاستهداف جاء من قبل إسرائيل أو مسيرة إسرائيلية استهدفت هذه السيارة في منطقة البازورية جنوبية لبنان هي منطقة قريبة من مدينة سور على خط نهر الليطاني أو حدود نهر الليطاني قريبة جدا من هذه المنطقة وهذا الاستهداف ربما يؤشر لتصعيد في الجنوب اللبناني أو لطريقة الاستهدافات الإسرائيلية خصوصا وأن الاستهداف جاء بشكل مباشر لسيارة في تلك المنطقة هناك معلومات تقول بأن هذه السيارة استهدفت بمسيرة إسرائيلية غارت على هذه المنطقة بصاروخين واستهدفت هذه السيارة مصادر في الدفاع المدني أيضا تؤكد سقوط شخصين بعد هذا الاستهداف وحتى الآن ما زالت فرق الإسعاف فرق الإطفاق في تلك المنطقة تحاول التأكد من وجود أي من جرحة أو إصابات أخرى في تلك المنطقة والسيارة من نوع مرسيدس كما تقول المعلومات الأولية سامي هنا في الجنوب ننتظر مزيد من المعلومات حول هذا الاستهداف في منطقة البازورية أو على طريقة البازورية بين البازورية ومنطقة طيردباء القريبة من مدينة سور ومن مخيمات فلسطينية في تلك المنطقة سامي